السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم استفراغ نقود في المنام يعني أرى في المنام أننا بستفرغ نقود عزكم الله يعني الأصل في الاستفراغ بيكون القي طعم إنما أستفرغ نقود أستفرغ أموال الإمام محمد بن سرين طبعا هي رؤية واحدة ده هنتكلم عنها مش هنطول يعني بس رؤية يعني سئلت فيها فقلت نرد عليها لأن هي رؤية يعني غير محمودة ولازم ننتبه إليها الإمام محمد بن سرين بيقول إن الاستفراغ في المنام يحمل دلالات طيبة للشخص لكن حينما يستفرغ الإنسان نقود أموال هذه الرؤية تدل على أنه قائم على ذنوب ومعاصي وينبغي عليه التوبة والرجوع عن بعض الأخطاء أو الرجوع والتوبة من بعض الذنوب والمعاصي اللي هو بيمر بيها ده بالنسبة لرجال أما بالنسبة للمرأة المتزوجة أو حتى المطلقة والأرمالة والبنت العزباء هذه الرؤية تدل على أنها تمشي في طريق خاطئ وطبعا كل شخص على حسب حالاته بنت العزباء من الممكن أن تكون مثلا متعرفة على شخصه في علاقة عاطفية فاشلة أو أن ده الشخص ده غير مناسب أو مخادع أو ماك أو ربما المرأة المتزوجة بتفعل شيء مخالف لهذا الأمر شيء تاني إلى آخر هذه الأمور فعليها الرجوع الرجوع فهي رؤية تحذيرية جاية من باب النصح والإرشاد تظهرنا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته